اهلا بكم متابعة تلفزيون اليوم السابع قطاع المعاهد الازهرية منذ قليل حدد موعد انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية للدور الاول تنطلق يوم 19 يونيو المقبل وتنتهي في يوم 1 اغسطس على ان تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية الازهرية يوم 4 سبتمبر وتنتهي يوم 13 سبتمبر ويواصل حاليا قطاع المعاهد الازهرية ترقيم استمارات الشهادة الثانوية الازهرية حيث تشير الارقام الاولية لتخطي عدد المتقدمين 120 الف طالب وطالبة من القسمين الادبي والعلمي ولن يقيم الازهر اي امتحانات تجربية لطلاب الثانوية نظرا لان الامتحانات ستقام بنفس الاجراءات اللي اقيمت بها العام الماضي دون تغيير وسيطبق نظام البوكلت كما تم تطبيقه من قبل وللعام التاني على التوالي حيتم تصحيح كل مادة على حدة فور انتهاء الامتحان ولن يتم الانتظار حتى نهاية الامتحانات في جميع المواد كما كان متبعا في السنوات السابقة حيتم كمان مضاعفة اعداد مراكز التصحيح بما يضمن عدم التزاحم مع توفير كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر اعلن كمان قواعد وضواب التقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الازهرية للفصل الدراسي الثاني اللي حينتهي بالعام الدراسي الحالي 2020-2021 وده في ضوء المستجدات المتعلقة بفايروس كورونا واللي اعلنتها الوزارات والهيئات المختصة ذات الصلة نص قرار وكيل الازهر انه حيتم الاجتفاء بالتقييم المتبع مع طلاب رياض الاطفال وطلاب الصفوف من الاول حتى الثالث الابتدائي بالمعاهد النموذجية والخاصة على ان يكون هذا هو التقييم الخاص بنهاية العام الدراسي 2020-2021 بالنسبة لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني ثانوي والشهادتين الابتدائية والاعدادية فقد نص القرار على ان يمثل متوسط الدرجات الحاصلة عليها الطالب في شهرين مارس وابريل تقييم الفصل الدراسي الثاني مش بس كده قرار وكيل الازهر كمان تناول عدد من الضوابط المتعلقة بصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية والشهادتين الابتدائية والاعدادية واللي من ابرزها ما يلي يحق للطالب الذي تخلف عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الاول والثاني ولم يحقق درجات النجاح في مجموع الفصلين في مادة او اكثر دخول الدور الثاني في مواد الرسوب يعد الطالب الذي تخلف عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الاول وحضر اختبارات شهرين مارس وابريل وحصل على متوسط درجات يعادل 50% من المجموع الكلي للفصلين ناجحا في المواد التي حقق فيها درجة النجاح ويحق له دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحقق فيها هذه النسبة الطالب الذي حضر امتحانات الفصل الدراسي الاول وتخلف عن اقد اختبارات شهرين مارس وابريل تمثل الدرجة الحاصل عليها في الامتحانات الشهرية الذي حضره درجة الفصل الدراسي الثاني ويعد ناجحا شريطة حصوله على 50% من مجموع الفصلين في حال التخلف الطالب عن حضور امتحانات الدور الاول اللي هو الفصل الدراسي الاول والتاني والدور التاني يعد متخلفا عاما راسبا ولا يحسب له عام رسوب نظرا للظروف الاستثنائية القرارات كمان تضمنت انعقاد امتحانات المواد التي لا تضاف الى المجموع لجميع المراحل نهاية جدول اختبار شهر إبريل الحالي على أن تقام امتحانات مادة التربية الفنية في المنزل وتسليم ورقة الإجابة للمعهد حيتم عقد امتحانات مادتي المستوى الرفيع والحاسب الآلي يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021 بمعرفة المعاهد وتحت إشراف المناطق الأزهرية نص قرار وكيل الأزهر على تنظيم الامتحانات التي تعقد بلجان نظام الدورين في نهاية العام على أن تبدأ امتحانات الدور الأول لنقل وشهادات القراءات يوم السبت 22 مايو 2021 وتنتهي يوم الاثنين 31 مايو 2021 تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادات الثانوية العلوم الإسلامية إعدادية والثانوية البعوث يوم السبت 19 يونيو 2021 وتنتهي يوم الأحد 1 أغسطس 2021 أوضح القرار كمان أن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الابتدائي الإعدادي الثانوي ستكون يوم السبت 14 أغسطس 2021 وتنتهي يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 أما امتحانات الدور الثاني لنقل وشهادات معاهد القراءات ستبدأ يوم السبت 21 أغسطس وتنتهي يوم الاثنين 30 أغسطس وأخيرا ستنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات الثانوية العلوم الإسلامية إعدادية والثانوية البعوث يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 وإلى هنا تكون قد انتهت تفاصيل هذه التغطية حول ما جاء في نص بيان قطاع المعاهد الأزهرية شكرا لكم متابعين وإلى اللقاء